السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين يا حبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب بفضل الله القناة رقم واحد عالميا في محتوى الخط العربي تعالوا كده في البداية نقول على نصائح تساعدك في تحسين خطك بسهولة أول نصيحة معانا احنا كنا قلنا عليها قبل كده وكل نصيح قلنا عليها قبل كده وبنكررها باستمرار رقم واحد معانا الامساك بالقلم بشكل صحيح القلم عشان تمسيكه بشكل صحيح ده الإيد بتاعتنا كف الإيد أهو هنيجي نحط القلم بهذا الشكل في هذه المنطقة ما بين الصبع ده والصبع ده أهو هنيجي نحطه كده والصبع ده بيجي يسند الاصبعين دول والقلم بهذا الشكل اهو والصبعين اللي ورا دول ما لهمش آآ علاقة بالموضوع بتاع الكتابة خالص غير انك ايه بتسندهم على الكراسر اللي بتكتب عليها طالما بتكتب بقلم واحد اهو ده الطريقة الصحيحة للكتابة بالشكل ده ما بين سن القلم وما بين السلاسة أصابع دول لابد أن تترك مسافة معقولة بهذا الشكل ما ينفعشي ايجي امسك القلم بهذا الشكل واقول انا ايه هكتب بشكل صحيح او ما ينفعش برضو ان انا امسك القلم بهذا الشكل واقول ان انا هكتب بشكل صحيح يبقى امسك القلم كده علشان اقدر اشوف سن القلم وانا بكتب يبقى دي اول نصيحة معانا وهي الامساك بالقلم بشكل صحيح طيب تعالوا لتاني نصيحة معانا وضع الكراسة امامك بشكل صحيح في بعض الناس احنا قلنا برضو عليها قبل كده في بعض الناس لو المكتب بتاعهم لو المكتب بتاعهم بالشكل ده او الكراسة بتاعتهم بالشكل ده وهم قاعدين على الكرسي بالشكل ده اهو الكرسي هنا كده والمكتب بتاعهم قدامهم والكراسة قدامهم بالشكل ده بتكون السطور قدامهم بهذا الشكل الشكل ده زي ما قلنا قبل كده هو شكل خاطئ تماما ما تخليش الكراسة قدامك بالشكل ده يبقى الشكل الصحي زيارس محمد لو انا قاعد هنا على الكرسي هنا والمكتب قدامي اهو وده المكتب قدامي وضع الكراسة قدامي بيكون بهذا الشكل ده هيساعدك اكتر ان انت تشوف شكل او تشوف سن القلم وانت بتكتب السطور قدامك هتكون بالشكل ده يعني هتميل الكراسة ناحية اليسار قليلا من اعلى بهذا الشكل اهو يبقى ده الشكل الصحيح لوضع الكراسة امامك اثناء عملية الكتابة تمام تعالوا بقى الخطوة اللي بعد كده وهي رقم 3 الالتزام بالسطر قدر الامكان ما عاد الحروف اللي هنقول لحضراتكم عليها اللي هي حروف كلمة جمعه حروف كلمة جمعه يعني الحروف كلها اللي هتكون على السطر كل الحروف اللي هي موجودة في اللغة العربية هتكون موجودة على السطر ما عاد حروف كلمة جمعه اللي هي حرف الجيم والحاء والخاء والميم والعين والغين والهاء الوسطية التي تكون في وسط الكلمة يبقى نلتزم بالسطر قدر الامكان تكون الحروف كلها على السطر بهذا الشكل اهو اهو بالشكل ده اخر مقطع في الكلمة هو اللي بيكون ملامس لسطر الكتابة لو جانا الكلمة اللي قدامنا ديت اللي هي الكراسة الألف ملامس لسطر الكتابة اللام والكاف والرأ أقط هي الواقع فما هي مقطع في الكلمة هي ملامسة لسطر الكتابة السين والهاء المربوطة هي ملامسة لسطر الكتابة كذلك هنا لو جانا نبص برضو بشكل اللام بس هي ملامسة لسطر الكتابة كي نلتزم بالاشترافات راقم اربعة معنا التمرين اليومي على الحروف وطريقة كتابتها هنعمل الكلام ده بقى ايه ازاي لابد دي برضو حاجة لابد منها انك تتمرن بشكل يومي على الحروف وطريقة الكتابة بتاعتها لذلك ادعوك هسيبلك في التسكريبسن تحت او في صندوق الوصف فيديوهات من البداية الى الاحتراف من البداية الى الاحتراف من بداية انك ازاي تكتب الحرف الاول وبعد كده وضع الحرف ده على السطر وبعد كده اتصالات الحروف وكل ده في قائمة تشغيل خاصة في القناة هسيبلكم فيه التسكريبسن تحت او في صندوق الوصف واهم من ده كله برضو يعني من الحاجات اللي برضو عايز اكد عليها من خلال هذه النصائح انك لابد ان تلتزم بالسطر ولا بد ان يعني فيه حاجة تانية برضو حياب ان انا اقول عليها انك ما بين كل كلمة والاخرى تترك مسافة معقولة يعني منفعش اجي اكتب كده التمرينة اليومي واكتب الالف هنا وبعد كده يعني شوف ما بين كل كلمة والاخرى انا اعملت ايه تركت مسافة معقولة ما بين كل كلمة والاخرى فقدرناها قبل كده فيه دور التحسين خط الرقعة بالقلم العادي بمقدار نقطة ما بين كل كلمة والاخرى علشان يكون شكل الكتابة بتاعتك سليمي اهم حاجة واللي هي اعتبر رقم خمسة انك تشترك في قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب بفضل الله المستويات مبهرة جدا 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 معنا الناس بتنشر الكتابات بتاعتها على جروب الواتساب هتلاقوه برضو في ادسكاريبشن داحت او في صندوق الوصف كل حاجة خاصة بالخط العربي من البداية الى الاحتراف هتلاقوها مع قناتنا وقناتكم قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب تعالوا برضو نكتب كده عبارة هناخدها النهاردة كتمرين على شام ما نبقاش خرجنا النهاردة من الدرس بتاعنا بدون تمرين تعالوا نكتب كده الذين لو ده سطر الكتابة مثلا هنكتب كده الذين شايفين؟ درجة ميل الحروف والمسافات ما بين كل كلمة والاخرى هنسيبها الوقتي اهو صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لو جينا بصينا لكل كلمة والاخرى ما بينها المسافة اللي احنا قلنا عليها اهو ودرجة ميل الحروف زي ما قلنا في دور التحسين خط الرقعة بالقلم العادي هتلاقوها واحدة باستمرار اهو كل مقطع في الكلمة بياخد درجة ميل معينة النصيحة برضو اللي انساني قول عليها انك لابد وان تكتب ببطء ماينفعش اكون بتعلم خط عربي جديد او بحاول احسن خط عربي جديد وابدي اكتب بسرعة في البداية هتلاقيك لابد وان تكتب ببطء في البداية هتلاقيك بداكتب بالراحة وببطء لحد ما تعرف شكل الحرف السليم بعد كده هتبدأ تبدع في الكتابة وهتبدأ تجري وانت بتكتب دي الكتابة اللي بنقول عليك الكتابة السريعة بكده تكون انتهت حلقتنا اتمنى اي حد شاهد الحلقة للنهاية انه اشترك في القناة ويفعل زر الجرس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر